وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات السيد عزيز أخنوش يقوم بقلعة مجونة بزيارة لأحدى التعاونيات الفلاحية المتخصصة في تثمين الورد العطري والنباتات الطبية والعطرية وفي هذا الإطار اطلع السيد أخنوش مرفوقا بعمل إقليم تنغير السيد حسن زيتوني والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الوحات وشجر الأرغان السيد إبراهيم حافدي وهم مثلية المصالح الخارجية بالجهة والعديد من المهنيين والمنتخبين على الأعمال التي تقوم بها هذه التعاونية وأهم المرافق التي تحتضنها من الحوايج التي تدريها هو أنه أريد أن نقوم بحاجة إلى القيناة كل القيناة بيو ناتوريلا ومن خلال أنه تنغرس الورد وتنحوله بشيط طرق كان طريقة تختار لديستيلاسيون باوابور وكان طريقة ديال الاكستراكسيون باقصة الفون ينيز كون نبيل للكونك خيط بالفرنسية وهي أول تعاونية في المنطقة في قلعة مقونا لدرت مغامرة أنه تدخل في هذه الميدان ديال الاكستراكسيون باقصة الفون وتهتم التعاونية الفلاحية بيوبام التي تبلغ مساحتها 15 هكتارا بمجال تثمين الورد العطري والنباتات الطبية والعطرية التي تزخر بها منطقة قلعة مقونا بإقليم تنغير وتقوم هذه التعاونية الفلاحية التي تضم وحدات لتقطير ماء الورد واستخلاصه وتتمينه مع استعمال تقنية الضيب التنقيد والطاقة الشمسية بتجفيف الورد وإنتاج مقدر الورد الغذائية